تحيات اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب بتكونوا بالف خير والف صحة دايما يا رب معكم مريم من قناة اكلب نفس النهاردة زي ما انتوا شايفين عندنا البسترمة الاقتصادية هنعمل بسترمة زي الجاهز بالزبط بالملي ما تتفرقش ابدا بالعكس انضف واحلى واوفر كتير بطريقة اقتصادية جدا والسر في معلقة واحدة بص الجمال ولا متجمدة ولا يعني حصل فيها تلج مثلا ولا اي حاجة زي ما انت شايفها بقى الصحاب المقص وزيل في البصي وبتتني معايا البسترمة دي كان ليها في التلاجة يومين في الفريزر كمان يومين يعني بصي تجمدت مية في المية يعني كل ناسيك فيها تجمده في نفس الوقت ما فيهاش حاجة عمل التلج والطريقة سهلة جدا وبسيطة وبص الجمال تحفق وبجد بجد اوعدك بنفس ريحة وطعم البسترمة الاصرية والسرف معلقة يلا ندخل ونشوفها لاتنا بس يا ريتب لما ندخل متين سينيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والليكات الكتير للفيديو عشان يترفعوا ويشوفوا غيرك وشايفها الجمال يلا بينا بصي حبيبتي ركزي معايا في المقادير هسيبها ليك كلها في صندوق الوصف عندي معلقة كبيرة ملح معلقة كبيرة كزبرة معلقة كبيرة بصل بودر معلقة كبيرة السبع بوهرات بصي معلقة صغيرة واقل جسط الطيب معلقة صغيرة فلفل اسود معلقة كبيرة بابريكا ومعلقتين حلبة مطحونة هو ده السر بالظبط ما تخفيش مش هتمرر ولا اي حاجة عندي حتى الديهنة مجيش بصوا مجيش خمسين جراب صغيرة جدا جدا وعندي ارنفلفل احمر حلو بس وراس طوم حلوة كده راس طوم كبيرة كده حلوة هبدأ افرم الاول الطوم والفلفل تمام معايا علشان نضيف المكونات كده فرمته مش مهم خشن خشن كله هنفرمه تاني على فكرة ممكن تشتغلي لو ما عندكش كبة ممكن تشتغلي بمطحنة الخلاط عادي جدا جدا بس يعني هتحط شوية بشوية صغيرين على قد المطحنة تمام ضفت الفلفل والتوم المفرومين على ثلاثة ربع كيلو لحمة كمية ده ثلاثة ربع كيلو لحمة وبعدين ضفت عليها كل التوابل وهنا عملت رشة شطة دي اختيارية طبعا عشان كده انا محططهاش في التوابل في الاول وبعدين حطيت الحوالي خمسين جرام دي هنا الخمسين جرام دي هنا ده لي بنات علشان يدوا طعم كمان يساعدوها وهي بتستوي معاك ما تكشش قوي ولو انها زيها زي البسترمة العادية يعني خالص بتتعامل معها زي البسترمة العادية انا عن نفسي من وجهة نظر ان البسترمة العادية منفعش تتاكل مباشرة اللي لازم تتعرض للنار برضو فطالما ده الصحي يبقى كده البسترمة بتاعتنا زيها بالملة ما فيش اي فرق تمام حطيت كل المقدير دي وعاجنتي كويس جدا وبعدين ضيفت لون الطعام في ناس تانية والمصانع ممكن تضيف لون الطعام البودر ده عشان بيدي لون جامد تمام بس يا جماعة الوان الطعام الجلدية صحية اكتر هي مش هتديك اللون الجامد اللي انتي اهل ما بتحطي نقطة صغيرة شعرة يتلاقي اللون احمر احمر بس احنا ناكل حاجة صحية واللي علمك انا اللونة التصوير انا بعملها من غير الوان ليه اعمل الوان واضيف مهما ان كانت صحية وكده ليه اضيف حاجة كيموية تمام اخدت فيلم مفرمة تحنتها لحد ما وصلت للشكل ده فيلم كبة زي ما انت شايفة تمام كل الانسجة بتاعتها ادخلت انا كمان كنت مخليك جزار فارمل اللحمه مرة تاني عشان تسهل علي في الفرم والكبة تاخدي نتيجة بسرعة في الكبة معاك تمام وخاصة لو عندك هتعملي في مطحنت الخلاط اعملي كده فرمتك كل الكمام عاية وحطت عليها نقطتين لون تاني علشان برضو اوصل لكم في التصوير بس على فكرة انا ما يهمنيش ان انا احط لون تمام انا اسفى عشان صوتي كده واخد برد معلش انا اسفى المهم وصلت في الفرم للنتيجة اللي انتو شايفينها دي بالزبط تمام تعالوا بقى نشكل عندي نقطة زيت نقطة الزيت دي مادة حفظة يا بنات تاني حاجة هتمنحها من انها تتلج او تعمل طبق التلج دي هتكون يعني كانت تغليف للقطعة تمام بامان يا بنات تلات تربع كيلو اللحمة ده اقل كمان من تلات تربع انا مش فاكرة الوزن بالزبط بس اقل من تلات تربع عمل معايا اكتر من كيلو هتشوفو عمل معايا عشر اكياس كبيرة زي ما انتو شايفين من اكياس التلاجة الكيس يعني يكفي اسرى عن نفسي انا كانا اسرى خمس افراد بيكفين لما بعمل مثلا بيت بالبسترمة استعملها في معجنات اي حاجة كيس كفاية فانت من تلات تربع كيلو اللحمة وحاجات موجودة في بيتك تعمل الكمية دي ادي دولة اه سبع قطع وفي الطبق عملولي تلات قطع انا هنا عملت كيس مع اهو اورهو لكم جاهز عشان تشوفوا معايا النتيجة تشايفين اه عملت كيس وهشتغل معاكم هنعمل الكيس التاني بص يعني رائق جدا تحس ان الكيس مفوش حاجة يعني بص افرديها يعني رفيع جدا ما تخفيش اهو هتشوفي معايا دلوقتي هعمل هعمل معايا كي اه كيس دلوقتي حالا نهو تمام هتجيب الكرة وتحطيها في اخر الكيس او هتحطيها في نص الكيس وتبتقي تفريدي لا هتتعبك حطيها في اخر الكيس وبططيها بكف ايدك في الاول لحد ما تملي تملي القاعدة بتاعت الكيس يعني الجزء التلت الاسفل بتاع الكيس وبعد كده افريدي بالمردنة هتسهل عليك اه هي ممكن تفريدي بيدك بس مش هتديكي نتيجة حلوة متساوية ومش هتكون سريعة واظن انا عندنا كلنا مش لازم المردنة دي على فكرة ممكن اي مردنة تاني عادي ان فيش مشكلة وتحاولي تفريدي وانت بتفريدي ركزي ركزي ان ما يكونش في حطة عالية وحتواطية دي حاجة الحاجة التانية ما يكونش فيه فراغات عايزين حتى مستطيلة مصمت يعني بصي كلها فيها لحمة زي ما انت شايفة اه الكيس بخلي اللحمة تملى كل جزء في الكيس تمام كده بنات سهل جدا وبسيطة واعمليها مثلا مرة كل فترة ولا تشتري من برا ولا اي حاجة وخزنيها زي حبيبتي ما بنخزن الفلافل الطعمية وبنخزن الحاجات دي على فكرة عملت معاكم الفلافل يسيبها لك في صندوق الوصفة وتظهر لك في حرف الاي تمام خزنيها في الفريزر ولا الحوجة للأسعار اللي بتغلى ولا اي حاجة كل حاجة في بيتك نضيفة واخدتي معانا وقت فاهمني ولا حاجة سمعين اهو بس كده بقولك الكيس تعتبريه كاينه مش شاهل حاجة كل ما ترقى ايها كل ما هتكون احلى وتديك النتيجة افضل اهم يا بنات عشر اكياس صدقوني يعني حاجة تحفقوا بجد بجد يعني وزنهم يمكن اكتر من كيلو بكتير كمان بكتير تب بشوفوا كيلو او تلاتة اربع كيلو او مثلا نقول ستمائة جرام لحمة بالزبط مثلا او ستمائة وخمسين جرام لحمة بكام لحمة مفرومة بكام لكن كيلو البست او كيلو ربع او اكتر كمان من بسترماء بكام يعني انت قرن الساق وفي نفس الوقت صدقين النظيفة والطعم مستحيل تغيرين مستحيل بس كده وهي حط الكلام ده كله في الفريزر ووقت الطلبة لو ما انت عايزة تطلعي بالكيس بصي ولا زي ما بتشوفي تعالي نحدده ونعمل مربعات علشان يسهل علينا التطلع يسهل عليك التطلع في ايه لما انت المربع برضو اللي انت بتحدديه وهتعي تتعيب نفسك في انك تعملي شكل مربعات للكيس هتطلعي ازاي ما انت برضو هتقصي فكبر دماغك واعملي زي ما انا عملت اول ما اتتليجي اهو بعد ما اطلعي اعمل الفريزر قطعي على طول بصي اهو طحفاء جدا وفي الفريزر مطمنة عندك حاجة نظيفة مخزنة زي الفل بس اه حتى لو هتستعمليها في حشة معجنات حمريها بحتة سمنة الاول لانها طبعا لحمانية تمام؟ حمريها ولو ان البسترمة العادية برضو بتعتبر زي اللحمة النية على فكرة بص اه بتنيها بعد يومين في الفريزر ولا فيها تلج ولا فيها حاجة على فكرة الفكرة دي حاجة كده مقربة جدا البسترمة العراقي بس هما بيحطها في منبار طبيعي بعد ما عملوا الخلطة بتاعتنا من غير الحلبة هما ما بيحطوش الحلبة احنا بنحط الحلبة عشان ناخد الطعم البسترمة بتاعنا بيحطها في منبار وينعرضوها للشمس وينشفوها والكلام ده لا احنا خلينا في الحاجة الصحية المضمونة في بيتنا بص ولا نحط مقاط حافظة ولا ملح النترات ولا الكلام ده عشان نحافظ على الحاجة وهي يعني متعرضة اه متعرضة للهوى علشان تنشفوها الكلام الفاضي اه بص بتقصيها وبتطلعها من الكيس بمنتهى البساط بص ياها زي الفل بسترمة دي ولا مش بسترمة بقى زي الفل وحاجة اقتصادية ولا غلاق الاسعار في العالم كله الاسعار غليت جدا وطبعا حبيب اللي عايشين برا مصر ما بيلاقوش البسترمة المصرية ابدا وانلاقوها بتبقى يعني مش زي بتاعتنا ما بتكونش الجودة هي هي او طريقة الصنع فعملته له بمنتهى البساطة بصوا بقى الجماعة بتحفى بجد بجد اتمنى اتمنى تجربوها هتعجبكم جدا جدا يعني مش هتفرقيها وخلاص خلصت يعني احنا الواحد يعرض نفسه ليه وعلى فكرة البسترمة الايام ده هي يعني بتجريها كده بتشد فيها حاجات مش لطيفة ما بتبقاش مفرومة ما تفهميش لانها مش مفرومة مش مستوية فليه كل كده حاجة بنفس ونفس الطعم الاصلي ونظيفة وسهلة وزي الفل وديكي شايف بصي كسفت القطعة سماكتها رفيعة قد ايه زيها زي كأنك مقطعها على مكان بصي ولا تقسمي البسترمة وهي مش متجمدة ولا حاجة تعالي نعمل بقى حبة زي الفل بالبسترمة عندي هنا حتت سمنة بلدي طبعا قلنا ندلع الاولاد بسترمة مصرية يبقى لازم سمنة بلدي عادي استخدمي اي سمنة وهي حط القطعة البسترمة احمرها في الاول زي ما بنعمل البسترمة العادية جدا جدا مفيش اي حاجة ولا فكت منك ولا رب التلج ولا اي حاجة زي ما انت شايفه زي الفل قدامك اه بصي بالعكس ده حتى المربعة كبيرة كده وحلوة ومسكة نفسها اهو ولا اللحمة فكت ولا تهارت منك ولا اي حاجة زي ما بيقوله متى مسكة زي ما هي بسترمة والريحة تجيب اخر الشارع خد بالك كمية الحلبة زي ما انت تحبي ريحة البسترمة يعني قوية ازاي لو عايزها قوية جدا حط معلقتين كبار عايزها عادية حط معلقة ونص بس مش اقل من كده معلقة ونص من الاكل الكبيرة الحلوة دي تمام بس ما تقلليش عن كده وخد بالك طول يعني تفضلي فترة طويلة لبسي جوانتي وانت بتعجينيها بخصوصا ان تفضلي فترة طويلة ايديك رحتها بسترمة بسترمة يعني بصيها بس وبتقلبيها وزي الفل فيش اي مشكلة ديك يا شايفة اهو مرضيتش اسرع الحتة دي خالص علشان تشوفيها قدامك يعني ازاي هي بتستوي زيها زي اي بسترمة عادية ممكن انت يعني قطع القطع اقل من كده برحتك انا قطعت القطع كبيرة شوي عشان اوريكم اني مليهاش فايدة انك تقسمي البسترمة قبل ما تتجمد زي ما بيقولوا بظهر السكينة والكلام ده لا وكمان عشان كده تبقى ظهرة كده في البيض ويفرحوا بيها الاولاد بجد تحفة تحفة كل فترة كده بعمل لهم حاجة كده من ترسنا المصري بيفرحوا بيها جدا اه منحسسهم انهم في بلدهم شوي بصوا بقى الجمال تحفة اتفريها ايه على البسترمة دية اعمل ليها هو اوعدك ان شاء الله هتتبسط جدا من النتيجة ويا ريت تسيبي لي رأيك هنا في التعليقات او على رسال صفحاتي على الفيسبوك لانستجرام والتيك توك اسمهم اكلة بنفس هسيب لك الرابط مع المقدير في صندوق الوصف وبصوا بقى الجمال تحفة تحفة تجنن رهيبة جدا حلوة جدا يا ريت وصلت معي الحد هنا بتنسي مش باشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو عشان يترفعوا ويشوفوا غيرك وهتوحشوني جدا جدا وباي